من رحيق العلم والإيمان يهتدي الحيران للفرقاء كي يعيش العمر باطمئنان من رحيق العلم والإيمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أيها المشاهدون الكرام أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس الثاني حول اسم الله تبارك وتعالى العزيز نحن نقول بالعامية كثير من الناس يقول لك ربي العزيز ربي العزيز فالعزيز هذا اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنة العزيز يا إخواني الكرام في اللغة العربية جاء على وزن فعيل عزيز فعيل فعيل وش معنىها؟ هذه يعني من صيغ المبالغة ما معنىها؟ لماذا جاء عزيز على وزن فعيل؟ صيغ المبالغة بمعنى أن الله تعالى كثير العزة عزته كثيرة سبحانه وتعالى في اللغة العربية كلمة عزيز عندها معاني كثيرة فالعزيز مأخوذ من العز والمقصود به هو الغالبة والشدة والقهر فكلمة العز في اللغة العربية معنىها الغالبة معنىها الشدة معنىها القهر صلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يسمى المالك المالك في مصر قديما كان اسم العزيز هذا كان هو رتبة يوصل إليها الحاكم عزيز مصر فلماذا سمي المالك بالعزيز؟ قالوا لغلبته ولقوته على الذين يحكمهم صلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام إذن كلمة العزيز في اللغة العربية واش تقصد؟ من المعاني التحى العزيز هو الغالب هو الغالب والعزة هي الغالبة وهذه نلقوها المعنى اللغوي هذن نلقوه في قول الله سبحانه وتعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب عزني بمعنى غالبني تأتي هذه الكلمة كلمة العزيز في اللغة العربية لذلك يا إخواني الكرام أنت ما تقدرش تسمي رب العالمين رب العالمين لما يسمي نفسه الله عز وجل يختار الاسم الجامع لمعاني الكامال المطلق شوفوا إذن كلمة العزيز في اللغة العز في اللغة ما معناه إذن فهمنا المعنى التاع الأول اللي هو الغالبة أيضا من معاني تعالعز في اللغة العربية صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام من معاني تعالعز الشرف فالعزيز هو الشريف هو صاحب الشأن والقدر الرفيع كما قال ربنا سبحانه وتعالى يقولون لا إر رجعنا إلى المدينة لا يخرجن لا عز منها الأذل لا عز منها الأذل إذن بمعنى طبعا المنافقين لما قالوا عبد الله بن سلول لأنه أليدوا عبد الله والمنافق سموا عبد الله بن أبي لكن أليدوا صحابي عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول لكن رأس المنافقين اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول هو اللي قال عن نبي عليه الصلاة والسلام لا إر رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل يقصد احنا ناخذ المعنى اللغوي في هذه الكلمة على الأعز الأعز بمعنى هنا صاحب الشأن العظيم والرجل الشريف حتى أن الإبن تاعو في الطريق قالوا يا رسول الله دعني أضرب عنوقة قالوا خليني نقطع له الرأس تاعو كيفاش يقول عليك يعني وحتى أنه قاموا ليده وقالوا بل أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز هذا المنافق في الطريق كان يرحل المدينة قال لهم كي نحق المدينة العزيزي خرج الذليل الأعز يخرج الأذل الأعز يقصد به هو نفسه المنافق هذا يقصد به نفسه أنه صاحب الشارف والمنزلة العظيمة وليده غضب قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قال له خليني نقطعه مدام رأي يقول كلام هذا هذا كافر ليقول كلام هذا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز إذن الذي يهمنا نحن الآن من الشاهد صلى الله عليه الصلاة والسلام هو أن كلمة العزيز في اللغة من المعاني التاحة الشريف والعز من معانيه في اللغة العربية هو الشرف والقدر العالي أيضا تأتي كلمة العزيز في اللغة بمعنى القوي القاهر كما قال ربنا إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث عززنا يعني قوينا قويناهم برسول ثالث صلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني الكرام من صفات الله تبارك وتعالى العزة وهذه اذكرناها على كل حال في المجلس الأول هذا العزة اللي هي من صفات الله تبارك وتعالى عندها ثلاث معاني عندها ثلاثة معاني لذلك أنا في كل حلقة أقول لكم في كل درس أن أسماء الله تبارك وتعالى رأها هي العلم النافع أسماء الله عز وجل رأها فيها الفقه رأها فيها فاهم الإسلام ربي عز وجل وصف نفسه بالعزة ووصف نفسه بالعز هذا العزة هذه عندها ثلاثة معاني صلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام عندنا عزة الامتناع نقدر نقوله كانت ثلاثة أنواع تعالى العزة انتع ربي سبحانه وتعالى عزة الامتناع وعزة القهر وعزة القوة فالله عز وجل له هذه المعاني الثلاثة الامتناع والقهر والقوة عزة الامتناع وعزة القهر والغلبة وعزة القوة على أتم وجه على أتم وجه وأكمله لله سبحانه وتعالى إذلك يعني ابن القيم رحمه الله في نونيته يقول كلاما جميلا وهو يذكر اسم الله تعالى العزيز يقول وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطاني وهو العزيز فلا يرام جنابه يعني ولله المثال أعلى أن أعطيك المثال تل ما تكون تعرف واحد يعني مسؤول هالناس يخافوا منك ما يدنه واش لك أنا يرام جناب ذي السلطاني شكول يقدر يدنه للسلطان فما بالك إذا كان هذا العزيز صاحب العز هو الله تبارك وتعالى وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطاني القاهر الغلاب لم يزل العزيز وهذه صفتان الله عز وجل قاهر ومن أوصافه أنه يغلب سبحانه وتعالى ومن أسمائه أنه عزيز والقاهر والغلاب هذه الصفتان هذه الصفتان لله سبحانه وتعالى يا إخواني الكرام إذا كان فهمنا هذا الأنواع الثلاثة أنت على العزة لله عز وجل رح نكون قد فهمنا اسم الله العزيز على أتم وجه وعلى أكمل وجه هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى نفرد له يعني مجلسا آخر إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أقول هذا أيها الأحباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رحيق العلم والإيمان يهتدي الحيران للفرقاء كي يعيش العمر باطمئنان من رحيق العلم والإيمان